موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج حياتي اليوم سنتحدث عن الراحة النفسية للمرأة الراحة النفسية للمرأة مطلب مهم وضروري لتحقيق الاستقرار النفسي وتحقيق التوازن بين الصحة النفسية والاجتماعية والجسمية غير أن المرأة بشكل عام والمرأة العاملة بشكل خاص أصبحت اليوم تتعرض لكثير من الضغوطات الحياتية والعملية كيف تستطيع المرأة التخلص من هذه الضغوطات والإكرهات اليومية وهل المرأة بطبيعة تكوينها السيكولوجي بحاجة للاهتمام أكثر بالجانب النفسي اليوم وفي إطار حنة شهر مارس نحتفلو باليوم العالمي للمرأة بغينا نختارنا هذا الموضوع ويسعدني أن أستضيف ساعدة بن كيران أخصائي يفعل النفس العيادي والعلاجي مرحبا شكرا سافيا شكرا على الاستضافة وساعدة جدا بحضوري معكم اليوم خصوصا التحدث عن هذا الموضوع وهو مهم جدا شكرا لك معي كذلك أستاذ سامير الساقي مدربة في التنمية الذاتية أهلا بي مرحبا مرحبا شكرا على الاستضافة وقد ندري بهذه المناسبة نقدم تحية تحية حب وإجلال وتقدير للنساء المغربية الخاصة والنساء العالم بصفة عم إذن نبدأ مباشرة نتخلص بالموضوع شنو هو التعريف بدايتان دي الصحة النفسية ولا الراحة النفسية للمرأة سنقول الصحة النفسية عموما لأنني كان هدرو على الصحة النفسية ما كان قصدوش فقط أن الإنسان ما يكونش كيعاني من اضطرابات نفسية أو عقلية اللي كتشكله واحد الإعاقة في الحياة دياله وكتعتله واحد المعاناة كبيرة فصحة النفسية هي واحد الحالة من التوازن النفسي اللي فيها الإنسان كيكون منساجم مع ذاته وبما أننا في الموضوع ديال المرأة هاد النهار فغادي نقول صحة النفسية ديال المرأة ما شي غير أنها ما تكونش مكتائبة أو ما يكونش عندها وسوس قهري أو طرابات نفسية أخرى ولكن كيفاش ممكن تكون هاد المرأة مع نفسها متصلحة قادرة أنها تعطي لنفسها أولا ثم الآخر والمجتمع تانيا وكيفاش ممكن يكون واحد نوع من نعود نقول هاد الكلمة هدي ديال التوازن الداخلي اللي كي أهلها باش تمتع بالحياة وباش تستفد من القدرات ديالها وأيضا من شنو ممكن أن الآخر يستفد منها فالصحة النفسية هي واحد المفهوم اللي هو شامل بالزاف ولكن نبغي نقول أنه كل ما ما كانش صراع داخلي بشكل كبير كل ما كتكون المرأة كتتمتع بصحة نفسية وكذلك كل ما كانت كتقدر أنها تعامل مع الضغوطات الخارجية اللي تقدر أنها تعيشها بشكل يومي كل ما كانت تعرف كيفاش تعامل معها كيفاش تقدر أنها يكون عندها واحد الموقع اللي كي أهلها باش تحمي نفسها كل ما كان قولوا هاد المرأة راها كتتمتع بصحة نفسية ولكن إن شاء الله خلال هاد الحلقة غد ينهضروا أيضا الأختفية على شروط ديال الصحة النفسية عن المرأة إذن إحنا جميع سوانسا والرجال محتاجين لهاد الراحة النفسية ولكن المرأة بطبيعة الأعباء وطبيعة تكوينها ربما الجسدي تتحمل مسؤولية كثيرة وكتواجه إكرهات كثيرة شنو هي هالضغوطات اللي كتواجهها المرأة؟ بنسبة للضغوطات اللي كتواجهها المرأة أولاً قد نشوف مسألة ديال هالضغوطات اللي هي بنسبة لها يعني هي كيفاش كتشوفها لكن الناس اللي كيقول لك عندي الضغوطات يعني أنا عندي العمل في البيت عندي العمل على براء عندي مسائل عائلية خسنين هذا كيلي بهذا اللي كنسميوها ضغوطات كيعيش مزيان كما قالت الأخت ساعدة يعني يعيش صحة نفسية جيدة يعني أنا كيعيش ما يسمي بجودة الحياة ولو أنا عندو هذه الضغوطات إذن هنا غدي نرجعوا ل يعني مني كنقولوا بأن حياتك هي إنعكاس لنظرتك تجاه الأشياء يعني هذا الشيء اللي واقع لي وهذا الشيء اللي كنعيش كيفاش أنا كنشوفه إذا كنشوفه ضغوطات غدي نعيش هالضغوطات إذن الحل باش أنا نفعلته من هاد من هاد الإحساس بالضغوطات هو أننا يعني نبدلوا أن نضغوطينا تجاه هذه الضغوطات ناخده مثال مثلا غدي غدتكون واحد سيدة مثلا غدتقول لك أنا يا كنتخل للدار كالقى الوليدات كاي سينوني كالقى الشغل كالقى هذا كاللي ما كتقولش غير الشغل كاللي ما كتقول غلق الكورفي قدامي غلق شقاء يعني الشقاء شقاء شقاء إذن ما أنها هي وصفاته بمهمة صعبة وصفاته بكورفي وصفاته بالهم وصفاته بهذا إذن رأيها قبل ما تدخل الدار في الدماغ ديالها رأيها عايشها هذه الضغوطات وبالتالي يعني شنية الطريقة أول طريقة باش يمكننا نفعلته من هاد من هاد الضغوطات اليومية أولا نبدلوا النظرة ديالنا تجاه هذه أنا لا أحب أن نسمعها بضغوطات ولكن تجاه هذه المسؤولية المسؤولية التي لدينا سواء في بيتنا سواء في العمل ديالنا حتى النساء لما كي اللي غنقولوا اللي ما كي يخدموش على بغا ولكنهم كي يخدمو في الضغوطة وما كيتشكوا من هاد المسؤالة هاد وش المجتمع ديالنا هو اللي كيحمل المرأة هاد الإكراهات وهاد المسؤوليات الكثيرة أولا هي بطبيعتها عند هادك الاستعداد باش تواجه هاد المسؤوليات سافيا غادي كون صعيب بزاف أننا نهدر اليوم على صحة النفسية ديالمرأة والراحة النفسية ديالها بدون من ناخده بعين الاعتبار وبقوة الجانب الاجتماعي لأن هاد المرأة هادي النظرة ديال هالأشياء كيفاش تكونت كيفاش كبرات وش جات غير هاكدك اعتباطا غادي تشوف الأمور بشكل سلبي أو شكل إيجابي هنا هنا تربية هنا الأسرة هنا من بعد الرجل والانتدارات دياله منها والمجتمع والانتدارات دياله منها الأخطر هو كيفاش أن المرأة تتولي هي نفسها كتشوف نفسها وكتشوف ذك شي اللي خصتها تديرو بالمنظور اللي كيشوفو الآخر منها وبالمنظور اللي الآخر كينتدرو منها يعني هنا المرأة كنصيبوها دايبة دايبة في وسط الآخر فين هي الذات ديال المرأة من كنقول ذات كنقول أنا الأحاسيس ديالي الاحتياجات ديالي الإحباطات ديالي وش جميع نسب دون استثناء ولا كينتنحالات ما غديش نقول جميع أكيد كينستثناءات ولكن إلا كنصر زمع بصراحة غدي نقول الأكترية ديال النساء كيعيشوا معاناة وهنا وهنا سفيا وأنا كنهضر كما العادة كيدوزوا أمام إنيا كثير وكثير من الحالات الأخطر الأخطر أيضا في الموضوع هو ما تنبقاوش غير في معاناة نفسية يعني أن المرأة بالضغوطات غادي تكتأب غادي تتعيا غادي يكون عندها ضغط نفسي غادي نكونوا في أمراض مزمنة أمراض مزمنة ودابا الجديد هو أنه كنت كنصدق بالحالات ديال النساء كيوصلوا لخمسين عام تيجي هم مرأة مزمن لأنهم كيكونوا عيا والنفسية ديالهم عيات مرأة مزمنة وعضوي كنقصد لأنه حتى الأمراض العضوي يرى كي يساهم فيها الجانب النفسي بشكل كبير فهنا غادي كنت أتكر مثلا حالة ديال المرأة شابة عندها 36 سنة بش نكون دقيقة 36 سنة مزوجة عندها جوجة الأطوال عندها لايخسي عاش لايخسي عاش مرض اللي هو عضوي كي يصيب الجهاز الهضمي واللي هو مزمن وخطير والأعراض ديالو قبيحة بزاف وتيخص المريض ياخد أدوية كتيرة دوك هات سيدة هدي كتقول لك أنا عمري ما قلست ما تنعرفش شنو هو القلاس خصني نكون مرأة مزيانة قالوا فش هدي تقولها واش كتفكر في راسك بنسبة لها ولا بنسبة لآخر هادي هي المسألة اللي بغيت ندقق فيها فش هنقول لها واش عندك وقت راسك هتقول لك الله إلا كان عندي وقت راسي إذن أنا آنانية وهنا رحك هتهضر بالصوت ديال رجلها ديالبها ديالأم ديالها ديالنموذج ديالأولادها تنوى وأولادها الانتدارات من نحن تولداتنا كان ربيهم يعتمدوا علينا في كل شي وهدي مشكلة كبيرة وبالقدر ما كان كنكون أم ميتاليا بالقدر اللي غادي نكون أم اللي حضرة دائما وأم اللي ما كتقولش لا فالمفهوم اللي هو خاطئ وهدام لشنو هو ميتالي وهنا كان ندخلو في ما هو مرضي ما هو مرضي بالمعنى ديال لوتو ديستروكشون دك التهديم الداتي كان نقول لي خصنين هدام داتي باش عاد نتخلص ماشي غا نتخلص ولكن غادي نكلمي غادي نهدن شوية دك الإحساس بالدنب والإحساس بالتقصير اللي عندي واللهم ما نمرد ولا نقول أنني مقصرة أو يقولوا عليه على أنني مقصرة وغير هذه بوحدها إشكالية كبيرة ما يمكنش نحلو المشكلة ديال الصحة النفسية عند المرأة بلا ما نحلو هذه في الجانب الاجتماعي ديال واضحة جدا وغا نطلق من هاد النقطة المهمة اللي شرتي لها ديال هاد الخلط بين الأنانية وبين الاعتمام وبين الاهتمام بالنفس هاد الخلط الكبير واللي خطير يقدر يؤديكي في مقالة دكتورة سعيدة لأمراض كثيرة إذن هنا غاديلنا يعني كما قالت دكتورة سعيدة يعني يعني كان التهديم الداتي وهذا التهديم الداتي يعني الناتج على أن المرأة أو اللي يعني لبني تقول لها اهتمي بنفسك اعطي لرأسك واحد الوقت وما يسمى بالوقت الإيجابي يعني أن متفقين عندك أشغال في البيت عندك أشغال في الضغر تسمية زوينا شرتي لها وقت إيجابي اللي كتخصو المرأة لنفسها مش يسير بي نعم يعني يعني شنواد الوقت الإيجابي كان شي واحدة اللي غاتقول لي هنقول لها خصي لوقتك خصي لنفسك وقت إيجابي هتقول لك لا غادي تقول لي هذه آنانية وأنا خصني مني ندخل الضغر خصني قابل أولادي خصني مني خمسة دقائق أعطيها لك انتيا شنو غادي تقفلها تبدأ غير التنفس تنفس عميق يعني غير تقلص مدي التحاجة غير المهم هي ذلك الغلسة التي تقلص تسمى أعطالت نفسها وقت وبالتالي هنر نمشون شي آنانية وإنما نمشون تقدير الدات يعني هذه السيدة تقول لك تقدر داتها ومدام هضرنا على هذه مسألة يعني تقدير الدات شنو كيوقع بسرد السيدة مني كتقول لهم في حكم الدروس الأسبوعية اللي كان دير التنمية الداتية كتقول لها اهتمي بزيان بتقدير الدات حبي الدات ديال كتقول لك لا لا أنا كنلبس مزيان كنقضم مزيان كنشغل الرأسي اللي بريت كنصف كندير لا أنا مقدرة داتي هنا غادي نتوجه للسيدات اللي كتقول أنا كنقدر داتي غادي تسو لغا سهر سبحت تقول واش أنا كنعطي لنفسي وقية في النهار باش كنقول لنفسي شي حاجة زوينة شك الرأسي يعني نقدر داتي هادي اللولة تانية واش أنا من نوع اللي ما كنخلي لما نقول عيد هذ النهار تابعني هات شغل تابعني هات تابعني يعني السلبيات يعني ما يسمى بلغة الانفعال يعني كنبعدوا على اللغة المبادرة وكتبقى السيدة غدا في لغة الانفعال هي دبا كتقدر معا كتقول لك أنا مقدرة نفسي وانا كنحب داتي او ما كتقول لك عرفتي وانا مستخسخة وانا مقدر ندير ولكن نبعد من هات المسائل نحاول ما أمكن نكون إيجابية في اللغة دي لان اللغة دي اللي مني كان هدر هو أنا أول واحد قريب اللي سيسمع هو أنا وبالتالي مني نقول تابعني وتابعني وتابعني هذا مجهة ثانية الى رجعنا يعني اللي قال الدكتورة سعيدة بالنسبة المقارنة هذا خطأ قطح فيه بالزف رايات خردرت هذه خاصاتنا بما قلنا بالنسبة للمجتمع بما أنني مرأة مغربية خاصة نكون طيب خاصة نكون المرأة البخفات المثالية يعني أن تبحث شوية من أنها تتظاهر بالكمال أنا كل شيء سنجعله مزيان مش مشكلة أنك تخطأي واحد الوقت مش مشكلة أنك ما تدري واحد الحويجة وبالتالي نبتعد عن المقارنة كذلك واش كنخصص النفسي وقية ديال أنني تكون عندي طاقة يعني هذه الطاقة الإيجابية بحيث أن مرة نهضرت لها يعني مثلا نحن في قناترا يعني حاليا يعني كنا مجموعة ديالنساء اللي مخصص نفسها واحد الوقت اللي كان خرج للشاطئ وكان نديره ما يسمى بيوغاد يغير يعني يعني نخرج الطاقة اللي عندنا يعني نخرج ها اللي عندها طاقة سيلبية نتابع الآن بعد الصور أنت إلى هذه الخرجات اللي كتدير يعني يعني هنا السيدة مثلا مني كتجي السيدة مثلا كندوز 30 دقيقة ولا 50 دقيقة في هذه التمارينارياض ديالي اللي كتسمى اليوغاد يغير شنو كتدير السيدة وأنها كتتخرج بالضغوطات هذه الدغوطات كتخرجها وبالتالي يعني أن المرأة خاصة تبحث على البلاثة في تخرج الدغوطات ماشي أنها تقلب على ما يسمون بصارق الطاقة يعني سيوم عند واحد السيدة اللي أنا عارفة هي كثير مني في المشاكل ونعود لها وهي شنو سيوم تتبت لي هذا الشي اللي قلت تنائب إذا طيب غدين توقفوا الآن مع واحد شهادة تستقنهم من الشارع سولنا نسور رجال على وش المرأة المغربية تهتم بنفسها وكانت هذه الإجابة تبعا المرأة تعتني براسة ونحن في واحد السوسيتي اللي مظهر شي حاجة مهمة لان تعتني براسة تهي بينها وبين رأسة بش مرتاحة وانا تقدر تعتني كتر وحتى بينها وبين العائلة ديالها تكون مرتاحة نفسيا إلا عتنا تبراسة رجالي تكون مرتاحة من جميع النواحي وكي ما كنت كنت مرتاحة وكي مرتاحة وكي تتعلم سنجل سنجل في مرتاحة بالنفس أنا أفعل لأنني أريد أنني مرحبا في مرحبا وكي أعطي وكي أعتقد أن نحن كان مرتاحة كبير من ناحية المظهر والخدمة والخدمة والمجهود والخارج والداخل والأولاد كنلاحظ أن أصلا المرأة المغربية تقدم المغرب أنا أعتقد أن المرأة المغربية تهتم برأسها دائما في الأيام الأخيرة بحيث أن إلا رجعنا للتاريخ تهتم بأسرتها ومدينتها لأن في التاريخ عدة سيدات اللي برزوا في التاريخ وبقوا بحل فاطمة الفهرية بحل بنت بكار في مكناس بحل زوجة منتشفين بحل واحد كيفما تبعنا أستاذ سعيدة يعني الاهتمام بالنفس والراحة النفسية وإش هو فقط الاهتمام بالمظهر كيفما تبعنا في شهادة كما ممكن يلاحظ الجميع للأسف للأسف أن المرأة ما كتهتمش براسها ومني كتهتم براسها غادي تربط الاهتمام بالمظهر وهنا غادي نقول واحد الجملة اللي قالتها لي سيدة كتعاني من اكتئاب كبير حاد مع أفكار ديال الانتحار ولكني ليش فتيها في الخدمة غادي تقول هادي أسعد إنسانا قالت لي في الصباح مني كننض وكاللبس وكندير الماكياج هدك القناع هدك القناع هدك القناع اللي كنديروه الناس كيتيقوه وأنا كنتيقوه ولكن فاشكا نرجع في الليل لطار من هكا تماكا تبدى المعاناة ديالي يعني كنتمنى كنتمنى أن هات الصورة تغير أننا نربطو السلام الداخلي ونربطو القدرة ديالنا على أننا نتعلموا الاستماع لحتياجاتنا الداخلية فقط غير بالمظهر ونختازلوها في المظهر نشوفو مرأة لابسة مزيان كيتيقولو مجهة مزيان وغادي نقولو اوه هديرها مصالحة معاداتها وهنا هدي فرصة المرآت سيكون تيعكس تيعكس للراحة نفسية اللي كيكون يعني ما مرتاح كتبنلوه على الوجهة ديالو أكيد 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 وغير ما نختازلوش كل شيء في المظهر لأنه نحن نبغي نهدر على التصالح معادات مدم أنه شرط من الشروط ديال الصحة النفسية والراحة النفسية ديال المرأة هدرات أستاذة ساميرا قبيلة على كيفاش ممكن أن المرأة يكون عندها تقدير ديالتات وهنا لازم نعرفوه بأشنو هو التقدير ديالتات أولا التقدير ديالتات ديالتات هو نكون داك لا موغ دوسوا الحب ديالي نفسي ولكن فاش كنهضروه بالمجتمع كنسميوها أنانية اللي كتقول المرأة لازم تحبي نفسك أو واش كتحبي نفسك كتخلاع كتقول لا 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 ما نقدرش نكون أنانية بها الطريقة هادي هاد شي لش بغنان ميزو بالنهتمام بالنفسه بالأنانية راكين فرق شاسر فرق كبير بزاف إذا الحب ديالت منين كي يكبر بعدها أولا من داك البنيتة الصغيرة ياك اللي الأم ديالها كترافقها الأم كتكون هي المرأة ديال البنيتة ديالها كتسمع لها أولا غضبانة شنو حاسة شنو بنتي آه دا بارة كي غضبانة دا بارة كي خايفة دا بارة كي فرحانة بزاف أنا حاسة بك والبنيتة كتتعلم عن طريق الأم ديالها عن طريق الأب في المدرسة كذلك للأسف المدرسة في هذا الجانب ما كتلعبش الدور ديالها كتتعلم بعدها تعرف وتقرأ وتفهم وتعبر على مشاعرها قبل ما تعبر تعرفهم كتدير لهم واحد الاكتشاف كتكتشفهم وكتسميهم إذا كتعرف الحالة ديالها كتعرف الحالة ديالها بشعاد كندوزوا الحق في التعبير وكنعطيوها الحق في التعبير هنا كنساعدوا طفلة صغيرة أنها تكون كتقدر داتها يعني هما كيسمعوا لي اللي قرابين لي إذا أنا نستحق نكون فرحانة إذا أنا مزيانة أنا بنيتة صغيرة مزيانة إذا الآخر تيحبني إذا أنا تنتمي لي لهم وهنا تقدير ديال دات هنا هنا ثم في الأسر ديالنا كيف تنكبرو عندك خصنا هادي نديروها مرها غادي نديرو هادي بحالة عندنا واحد الميزان فيه كفة ديال الواجب وكفة ديال البليزيغ ديال المتعة الكفة ديال الواجب تقيلة بزاف خصنا خص 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 هاد الكلمة هادي تندكروها مئة ألف مرة في النهار وكفة ديال المتعة خاوية كطيش يعني حتى تبدك طفلة صغيرة ما كتشوفش ماماها قالصة واحد اللحظة ما كتديروه لا كتشوف ماماها دخلات كطير من هنا لهنا 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 حتى ديكلو مامون اللي غادي نعسو فيه يلا أجي غادي تخشاف الفراش غا نعود لك قصة إلا كنت غا نعودها وإلا أصلاً كان هاد الحاجة اللي هي غادي تكون كا غادي نقول كامتياز ماشي كا شي حاجة اللي الأوسر كلها تديروها باش تغيين ساليه باش نعود نطيب هذا الضغط اليومي اللي كي عشوتها هنا غادي نوصله الضغطات اليومية وكان لاحظوا أن المرأة المغربية يعني ما كتتقبلش ديك المساعدة في البيت كتبغي تدير كيف ما قلتي كل شي بيدها وعلى خلاف مجتمعات عربية أخرى للا كي نتقافة مجتمعية أن المرأة كتفوض المهام الشقة للشخص آخر ولمساعدة في البيت وهي يعني كتقدر تهتم برأسها أكتر هذه المسألة هدي بالفعل كينا وخمانة نعموش ولكن كينا ماشي غير عند المرأة بوحدها وإنما حتى الزوج كيقول أنه مادم هي بصحتها إذن تدير كل شي تدير كل شي وهنا حتى مني نهضرنا من قبل على التقدير ديالتات ما يمكنش يكون تقدير ديالتات بدون حدود يعني نكون كنعرف الحدود ديالي وشنو الحويج اللي كنقدع ليهم وشنو الحويج اللي غايتعبوني بزاف وبغيت نعطيه بسرعة واحد المثال ديال السيدة اللي دائما عندها كل حاجة أخصت ديرها بديها ووحد البنيتة ديالها كان عندها اضطرابات في النوم مدة دي الأربع سنوات وما كانت تنعش ما كانت ترتاح لها بالليل ولا بالنهار هاتش كله ساهم في ظهور وحد الاضطراب عضوي مزمن على المستوى ديالجهاز العصبي وتم عاد هي غايت بدأت حنى على رأسها عاد الزوج غايت يبدأ يحنى إليها لأنه حتى مني كان هضروا من الجانب اللاشعوري كانوا لي وكانستغلوا لأمراض النفسية إليها جاد أو لأمراض العضوية باش تحصل الأمور بحيث المرة تقول لك وارجلي احتشفني مرض احتشفني طاحت عاد ولا يحن فيها إذن هنا ما غنحتاجوش حتى الجسم ديالنا يعطينا واحد الحالة معينة باش يقول لك stop وقف بركة أو للنفسية ديالنا حتى هي تعاني باش عاد نبدله نمط للحياة ديالنا إذا كان بالإمكان إذن نمشيه لدباء الفاصل قصير ونرجع ونكملو هذا البرنامج أرجو أن تابقوا معا نرحبو بجميع المشاهدين اللي انضموا إلينا اللحظة اليوم كانت حدثوا على الراحة النفسية للمرأة وقبل قليل تابعنا واحد الشهادات على اهتمام المرأة المغربية بنفسها وصدى ساميرا عندك شي تعليق؟ تعليق بنسبة للشابة اللي هضرعت على المرأة المغربية وهضرت بأن المرأة المغربية هناك تطوير في جميع الميادين هنا نريد أن نشير واحدة مسألة هذه من المسائل التي تخلق ضغوطات عند المرأة المغربية هو أنها تريد أن تكون لديها واحد كمالية في جميع الميادين وهنايا نريد أن توجه لكل سيدة أنها تترسها واحد لوقيت وتقول شنوهما أحد الميادين لأننا نسمعكم أن نعطي بصفة عامة بصفة شمونية خاصة أن يكون مزيانة في جميع الميادين في جميع المجالات هنا فقط أن نتعرف بأن أولا تعرف ما هي المجالات هناك مجال اجتماعي مجال أساري مجال الصحي والذي كان نضرع الإدابة الصحي فيه الصحي الجسدي فيه الصحي النفسي المجال المادي المجال العلاقاتي هنا تحاول أن تقوم بوحد توازن فقط توازن وليس الكماليات وليس الكمال لا يكون الكمال في كل مجال يجب أن يكون مزيانة في كل مجال وهذا هو الذي يخلق نوع الضغطات أنا أرجع بالنسبة للأخت ساعدة قبائلة بالنسبة للحتياجات يعني الحتياجات إذا أرجعنا للهرم المصلو يعني يعطينا مجموعة للحتياجات أننا عنا احتياجات فيزيولوجية حياتية أنا أخصنا ناكلوا باش نعيشوا ثم عنا احتياجات لي جات مورها هي احتياجات دي الأمان يعني نحسوا بأن هناك هناك واحد نوع دي الأمان ثم كان احتياجات اجتماعية ثم احتياجات تقدير الدات ثم احتياجات حب الدات كان قدرنا نقول لنا عند المرأة المغربية عند هذك الأخرين تقريبا ما كينيش يعني ما كنتنتبهش لهم احتياجات تقدير الدات واحتياجات حب الدات وبحال البريدول يعني ديرى واحد واحد التركيز خاص على احتياجات الاجتماعية واحتياجات الفيزيولوجية يعني عايشة قيبزة يعني عايش وصافي يعني داخل في واحد المنطقة تسمى بمنطقة الراحة راها عايش وصافي يعني راها رادي نشان هذين شنو النصائح اللي كتوجيها للنساء باش يرسخوا العادة الإيجابية في حياتهم باش يرسخوا العادة الإيجابية كيخصنا أولا بعدا نعرفوا ما هي العادة حيث كين مني كتحدري معا النساء كتقول لهم رسخوا عادة إيجابية كيقولك بعدها العادة بالنسبة لهم عادة يعني ربما هي مسألة دي التفكير هي عادة هي سلوك وهذا السلوك وبني جاي جاي عنا فكرة التعطينا واحد طاقة معينة يعني إذا كانت عندي فكرة إيجابية أنا أرجعه legislation التي قبل قبلها يعني أن طريقتي للنظر للأشياء إذن إذا غيرت إذا غيرت الفكرتلي إيجابي تحتى تستطيع الطاقة inerي إيجابية وإذا كان الطاقة Trainerي إيجابية ستعطيني سلوك إيجابي وإذا كانت السلوك إيجابي ستعطيني عادة إيجابية وبالتالي الحلول هي يعني أنه يمكن السيدات يخذوا أحد الوريقة ويضعوا فيها شنو هي العادات السلبية اللي هما كيديروا اللي كتخليهم وش هما عندهم وعي فهذا العادات السلبية وش عارفين نرسهم أنهم كيديروا حاجة غلطة هذا هو اللي كان هو أن بزار الناس يعني مني كتولي الحاجة عادة ما كان قاوش نغضوها البال بحيث أنه مثلا سيدة قدخل مع الباب مع الدخلة ديالبال كتغوط علش متنصف باب تملاوحين في الأرض هذه عادة يعني عادة عند كل شيء هذه عادة سلبية إذن هنا يا سيدة شنو خصها تدير خصها يعني هذه العادة السلبية تريد تسأل رأسها هنا كنسألوا دك يقول لك يعني خمسة خمسة الخطرات علش علش أنا كان غوط بريت باش دار تكون مرتبة علش بريتي الضار تكون مرتبة بريت بريت وليد يكونون مربيين علش بريتي ولادك يكونوا مربيين بريتهم يحترموني وغيرت بقا رادة غيرت حتى تلقى بأن المتير الأصلي في هذه السلوك العائل السلبية اللي سنسميه السلبية وفي حقيقة يعني عادة اللي خضعتها ولات عندها عادية ضغية بنسبة لرماشية سلبية مني غيرت تلقى المتير كيمكن لها تبدل العادة من هذه المبارج للعادة الإيجابية أعطينا حتى الحل في هذه المشكلة البسيط نطلقوا من المشكل الخروج إذن بالنسبة لنأخذها ميثال مثلا السيدة دخلت الضار تلقى ولدتها لا تحطي الفوضى العارمة في البيت هنا ستسوى الغاسة هذه كل ولدات وش هي تريد تربح ولادها هذه تسمى القدرة الإنتاجية ولا تريد تربح الإنتاجية لأنها تكون قد إذن لك أنت تريد تربح ولادي وهذه اللي ينسوا بزاف بحيث أنك توليها بالنسبة لها تدخل القدرة مقدرة هنا نقول بأن السيدة مركزة على الإنتاجية ولكن القدرة الإنتاجية لهم هذين الأطفال ربما هذين الأطفال هذه الطريقة ديالهم أنها تسبرد هنا حط الكتاب هنا هو بالنسبة لها مرتاح في هذا التصارب مشغل الأبناء كنت الزوج في هذه المسألة هو أمبليكي إذن هنا شنو كيخصها تدير يعني كيخصها بعد أول حاجة تجار عندها هذين الوليدات ما ستجار عندها هذين الوليدات هو أنها كما قلت لك إلا بحثات في غالب الأحيان كتلقة يعني المثير الأصلي هو أنها لا تحس بالإحترام يعني في الضر هي ما محترماش هنا ستسوه لغاتها باش يحترموني هذين الناس واشخصني ولا بدأ نغوط ونقول له ماذا يحترموني هنا سوولت غير لغلسات وعطرت أصدر واحد لوقيت نهضر على الوقت الإيجابي هو هذا أنني كنعطي رسي وقيت باش كندير واحد الوعي الذاتي يعني كنعرف راسي شكون أنا وشنوما العادات اللي كندير مني غديت القرس هاو تلقى الموتير بأنني أنا أبحث عن الإحترام ربما لشدت هذين الوليدات وقلست معهم وعطاتهم طريقة نقول له طريقة هذة سبغديلة ما خسرش تحط في نظاكم فيها نحطها هنا واش نحطها هنا ولا نحطها هنا إذن هناك تشركي هذوك الوليدات معك في ابتخاذ القارة وبالتالي هي كترتاح وكيكون هناك أحترام أربما يحترموها أكتر هي تبحث عن الإحترام وليك شنو كتولي عندها كيولي عندها الوليدات كيولي كيخافوا كتر من اللي كيحترموا إذن النتيجة ربما وحدها عيد طريقة اللي كتختلف تكون طريقة إيجابية ربما هذا الذي يصنع الفرق ندوزوا للسؤال ربما كيتبادر لديهني ولديهن كتير من المشاهدين الآن هو المرأة وش بالصحية خاصة واحد العناية نفسية بحكم تكوينها النفسي وسيكولوجي أكيد كيان خصوصيات ولكن ما خصناش نخص نضخموها نحصروا نضخموها ونحصروا كل شي في هذه الخصوصيات هذه لأن الاختلاف كيان في هذه المسؤوليات اللي هما ملقاة تعليها وهي مطالبة أن نهدرهم بوحدها أنا شوية سنختلف مع الأسدى ساميرا في المثال اللي اعتطوا لي هو مهم بزاف صغير ولكن يحدد بزاف الجودة للحياة دينا لأنه ما كيانش غير صباب كيان بزاف كل شي هادي على هادي كتعطي بزاف لحوائش ولكن إلا تخيطا أنه كيان وحد زوج في الدار وحد الأب هاديك الأب يدير وحد المجهود غتي يقول لوليداته غاي يتا هو يحاول يدخل بكري للدار لأنك لقوا أنه الرجال كيمشيوا القاوي بزاف من بعد يعني عندهم بقدر ما هو ما عندهم وحد الوقت كبير بزاف بالقدر المرأة خصة تكون حاضرة بزاف في البيت فبتالي هاديك اقتراح أنه هو هايدحك مع ذاك الوليدات غاي يلعب معهم غاي دوز معهم وقت اللي هما محتاجينه ومن بعد هاي يقول لهم ماما كوم قربها تجي أجي أجي نصوبوا شويش هنا يا وهنا باش نرتاحوا جميع باش ندوزوا جميع انسابل إذن هنا الرجل الزوج غادي يدخل كطرف تالت وكمساهم ماشي غيف الرحلة هذه الرحلة بعيدة على واقعنا أن المره يلي كدخل هذه دعوة مني هذه دعوة مني كأخصائية نفسانية لكل الرجال باش تهو ما يديروا شوية المجهود وهذه مسؤول يديهم أيضا لأن لأن صراحة كان رجال أكيد 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 غير يعني كين استثناءات ولكن ماذا بنا أنه يكون واحد تعاون لأن ما بغناش نحط ضحية والجلات دائما المرأة هي الضحية ودائما كان شي واحد بالعكس كل محتى المرأة تعلمت أنها تهضر على ذلك الشي اللي كيقصتها لأن كان واحد نوع من الكتمان هنا سفيها فاش كتقول يعني المرأة ربما ماشي هي أكتر عرضة للترابات أو للضغوطات النفسية من بالحواج اللي كتساهم في هذه المسألة هو أنها كتسكت ومن كتسكت لأن كتقول مدام نسكت إذن بعد كنجنب المشاكل باش الآخر ما يحكم لي وما ما ندير مشاكل أكبر ثم من كان سكت كان أعتبر أن راح عادي صفي راح كتدير شغالها راح مزيان راح كتنقص صبارة شكرا بزيار لأنه لازم نعود نظر في المفهوم ديال الصبر كالفرق ما بين الصبر اللي كيخليني أنني نجاوز الإحباطات ما نهارش عند أي مشكلة اللي كتواجهني وما بين الصبر اللي كيخليني أنني نلغي داتي ونلغي الحدود ديالي ونبقى زيدة حتى نوقف لا بالنسبة للنساء ولا بالنسبة للرجال إذن هذه كتبالي مسألة ضرورية بزاف لازم أننا نتابه لها هنا الأخت فيها ترتيع للوعي كيفش أنها أصلا توعى بالليركين مشكل أنا غدي نقول للنساء نحس براسي أنني مشي هي هديك كنعبروها لها بأن مشي حاجة كينا نعرف أن من مورة داك الحاجة رح كينا شي حاجة أبسط مثال هو لا فاتق العياء كان عياء عيانة عياء ولكن ما كان ديروها لغي كان نخدم وكان قابل لوليدات ومي كي يجي راجلي وصفي ولكن عيانة هذه داك العياء هدك مساج رسالة للجسم ديالنا كي يعطيها لنا باش يقول لك وقف رح كي ينشي حاجة رح خصك ترتاح مش نرجع للأخت تاميرا قالت الاحتياجات وأن بالاحتياجات الأولية هي مثلا نيسانية كل وهذا واحتياجات أخرى أنا هنقول بالعكس حتى الاحتياجات اللي هي أساسية اللولة رح المرأة ما كنتنتبه لها كتير من الأحيان كنتقول كنا كل غير شنو ما جاء بالله وفي أي وقت وبعد المرات بالواقفية إذن فرق كبير ما بين اللي سيكون بشوية وبواحد الوقت معين وما بين اللي غادي تعتل نفس الوقت وغا تخرج أو غا تحاول تخرج هذا كل وقت حتى نعاس غا تنعاس في وقت متأخر غا تنعاس ساعات اللي هي قليلة سوعدات نوت جمع يعني هاد شي كما خصوم وهدو كلهم هذا كلهم ضغوطات واللي خصوم يتخذوا بعي الاعتبار لأنني كنزيد نأكد أن هذه المسألة هي ضارة ومسيئة لا الصحة النفسية ولا الجسدية معا إذن ذكرتي على حاجة مهمة تعبير عن المشاعر تخرج المرأة من دائرة الهموم كيف تخلص من هذا نقطة بالنسبة قبل مدوز لدائرة الهموم وهو أن مني سيكون حتى تواصل يعني أغتاعدك لتي بأن يعني أن المرأة إلا حسات بواحد العاية حسات بأنها مرهقة يعني تقول يعني أنها تهضر هنا غي واحد نصيحة بنسبة النساء مني يعني يعني يقرر يتأخذوا القرار بأنهم غي هضروا على واحد مسألة هنا باش كما كان نقوله باش هذا التواصل ما ينقالبش إلى نزال كتحول المرأة أنها في خلال التواصل ديالها يعني ما يكونش هناك واحد الاتهام للشخص الآخر يعني ما يكونش ديك الاصبع دير هكا سواء مع سواء مع مثلا كانت الأسرة ديالها مقام زوجاج مع أخوتها مع وليدها مع زوجيا مع وليداتها يعني ما تكونش ديك نتكدير 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 لأنه هنمي كان كنت حالك كي يكون هناك اتيهام وفي غالب الأحيان هالتواصل كي نقالب إلى نزال 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 إذن هنا النصحة اللي غير اللي نعطي هو أن مني تقرر أنك تعطي واحد مسألة هدري يعني هدري مع الشخص اللي قدامك غتقوله شنو كيدير مثلا ناخده أطفال مثلا كيديروا واحد تصارف لما كيعجب لأم ديانو ألا ما غادي جي تقوله أنت كدير هات يعني أنت قبيح أنت ما مرتب شنو ما كتبريش تخدم هذي كل هات تهامات ربما هو هذا ما تجيب لهش قار الخبار إذن كتعطيه غير شنو كيدير يعني مني ما كتجمعش البيس ديالك قد تقوله أشك تحس بالمشاعر ديالك يعني وهنا نوع ذي الوعي الذاتي دي أشك sharp مني ما كتجمعش بيتك أنا كنت قلق وهنا كتهدر على الاحتياجات مني كتجمعش بيتك أنا كنت قلق وأنا محتاجة النوع من التقدير أنا محتاجة الحب أنا محتاجة المساعدة أنك تساعدني بترتيب هذه الغرفة ديالك رك تساعد أنا يعني أنه غير في التواصل يكون بين يكون بين عندنا شنو واقع بعدها لأنه كان شي واحد اللي كتجي لخطولة مولادة وكتنزل عليه ولا كتنزل عليها بالمعيور ولا بتتقع كين باقفو كتتوصل طب هو ما عاش تعلاش كي يكون هذك المعيور لذك العصار إذا هذا اللي بالنسبة للتواصل يعني أنه من يكون هناك واحد تواصل يعني يكون بهذه الطريقة هذه يعني أنه نبينه شنو واقع باش كتحسي وشنو بارة ما هي الاحتياجات ديالك وفعلا بالنسبة لهذه الاحتياجات بحكم تجربة وبحكم يعني المرافقة الواحد العدد كبير ديال النساء راهم ما كيعافوش من الاحتياجات دياله ما كيعافوش لبزوان دياله ما عارفوش ما كيعافوش لبزوان وما كيعافوش لمشاعر دياله حيث أنه مثلا هكاف واحد سواء كان جروب ولا كانت المرافقة الفردية كتقول لك مثلا أنا مقلقة ايه مني كتكوني مقلبة باش حاسة شنو الاحساس دياله ما ما عارفينش وهذا كنظن يعني مشكلة خصوية إن شاء الله يعني خصوية تعاد فيه النضع غبابا أن تكون واحد مادة كتقرة ولا باش نعتقوها هذا الجيل الصعب تعبير على المشاعر ما كيعافوهمش شنو أبرز الحالات التي تطرح عليه كأخصائية شنو المعاناة التي تتوجهها السيدة أبرز الحالات أولا الاكتئاب لأن المراكة تكون غير يعني هاد الأمراض النفسية بين قوسين المشاكل العادية اليومية مناش كتشكن لا أعلى شقوة الاكتئاب لأن الاكتئاب كيجي من بعد واحد ترك ومات نتيجة لهاد النوعية المشاكل اللي سألتني عليها الأخت صفية فالأبرز المشاكل هو أن المراكة يكون مطلوب منها أنها تكون بواحد شكل معين وأنها تدير واحد الأشياء معينة في واحد الوقت معين وتكت المسكوت عنها اللي كيبان في الدراري مني كيجيبوا رجل ومرأة ووليد ديالهم أو بنيتا ديالهم مراد يعني هنا ذاك الوليد مرض نفسي نفسي هنا ذاك الوليد ذاك المساب هو اللي كيجيب ماماه باش تعالش هو لا شعوريا تيمرد باش كمع الله هما يوعاو شوية ويقولوا كينش حاجة اللي ماشي هي هاديك يعني واحد تقلي هو كبير دونك من بين المشاكل كما قلت أننا كنسكتو ما كان هادروش وكيتفرد واحد النمط اللي خاصو يكون بالنسبة للنساء اللي هما متزوجات كيكون عدنا في المجتمعنا وما يمكنش ننكروا هاد المسألة وثقافتنا العائلة ديال الراجل شنو المفروض من طرف العائلة ديال الراجل شحال خاص ديال أنه غادي نجد وكيفاش نكون اللي يمرم زيانة باش يعرفوا أن والدهم راه هو مجووج بمراء ديال المراوات هادي الكلمة اللي كيخروا والحكم ديال المجتمع وبالعكس المرأة كتباها كتمشي مع هاد الحكم كتقول لك أنا ممكنش يجي ويلقى شي حاجة نقصة شنو غادي يقولوا عليها وهي بالفعل كيفما قالت الأخت ساميرا ما كتعرفش أنها راه كتجاهد في راسها راه أصلا مهرسة كل طاقات ديالها و الحدود ديالها فبالتالي مع السنين هنا كيبدوا يبنوا الأعراض من بالمشاكل الأخرى هو أن المرأة حتى في باش تكون مرتاحة وتكون فرحانة بالعكس إلا كنت فرحانة رجلي غيطلب مني شي حاجة أكتر ونوضي صوبي نادية وده بل يوم ركي مرتاحة مثلا ماشي لك مرتاحة أشي ندوز وحد لقيت مجموعين سواء أنا وياك أو أنا وياك ودراري لشعور ديالها اللي واحدة لشنو كيلقط مخصنيش نكون فرحانة إلا كنت فرحانة عيب أكتر ومنين كيشوفني ما مرتاحة كيبعد مني كيبعد مني وما كيطلب مني حتى شي حاجة إذاً أنا كنبقى شوية كنلقى واحد الوقت ليلي إذاً هنا عدنا هنا عدنا سفيحة الخوف من الفرح النساء اللي سألت لي هم عندهم واحد هنا كينحتى طرابات ديال القلق ديال الخوف من المجهول فهناك حتى إلا كنت فرحانة كتقولك يا ربي سلامة ما سرحة سمعنا بليفو بكتارين ولكن هذه ديالفرحة جديبة قوي كين مخصنيش نفرح إلا فرحت شي حاجة غتوقع يعني بحل ذك التعديب الداتي التدمير الداتي اللي هدرنا عليه من قبل بالعكس إيا راني كان عاني وراني ما فرحاناش ولكن مرتاحة محيت ما فرحاناش وحتى بنسبة الآخر الآخر كيفاش غايشوفني إلا شفني مشيت كالعب الرياضة ومشيت في واحد لوقية اللي خرشت ليلي وفي واحد البليسة كنقرأ واحد المجلة ولو واحد الكتاب لا إذا راني أمم زياناش راني أولادك نفرطة فيهم هذا هو السؤال أولادك كدرتي معهم إذا ذك اللوم الآخر ذك العتاب الآخر ولو بشوفة ولو بكلمة ولو غير بضحكة يعني غير كي يتبسط معاك ولكن الرسالة كتدوز على أنه رك تدير شي حاجة غريبة ففي التالي المرأة اللي ما وعياش بشكل كافي بضرورة هاد المسألة ومعندهاش تقدير لداتها بشكل كافي غدي تكون في الشك وغتكون في صراع داخلي ما بين أنها فعلا تحاول ما أمكن أنها تخصص وقت لها ولو أن الإكرهات تكون كبيرة ولو تخصوا بصعوبة وما بين أنها تمشي مع المورة دي المجتمع مع الانتظارات دي المجتمع ولكن في نفس الوقت إيه وصافي راني بحالي بحال كل شي ما ننسوش صفتي أننا مجتمعنا كيكره الاختلاف عنده مشكل مع الاختلاف يعني كل ما اختلفتي كل ما رك في شي شكل كل ما رك ماشي طبيعي كل ما رك فيك شي شي حاجة ماشي هي هاديك وكل ما تشابهتي مع الأخرين تبارك الله عليك إذن أنا هتقول للنساء ما تخافوش من الاختلاف ما تخافش أنك تكون عندك واحد شخصية بالخصوصيات ديالها الله سبحانه وتعالى فشخ القناة البصامات دي دينا ما تتشابهش بالعدد ديال السكان ديال الكوكب الأرض كامل ما تتشابهش كذلك نفسيتنا كذلك احتياجاتنا إذن نحاوله نعترفه 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 بحقنا في الفرح بحقنا في الراحة سواء المرأة أو الرجل بدون خوف بدون سرعة داخلي كيفاش نبتعدوا على هاد الصورة دي المجتمع اللي كتضغطنا ولا اللي تسميها المرآت الاجتماعية كيفاش المرآت تخلص منها بالنسبة للمرآت الاجتماعية أنا أريد ملوحة الكلمة اللي باعي نمسيا هي الأولوية كل الأولوية لراحة نفسية يعني أن المرآة إلى دخلت لغصها هذه المسألة دي الأولوية كل الأولوية لراحة نفسية يعني رمشي مع الحاجة اللي ردا تريحني رمشي مع الحاجة اللي رمكون الداخل ديالي مرتاح وبالتالي يعني بحل قالت قبل الأخت سعيدة يعني أن مني كان مشيوا مع شنو غير يقول عنا الآخر اللوم ديال الآخر النقد ديال الآخر كنت والي عنا واحد حاجة أكتر هو أننا كان نقولوا نحنة كنديرون النقد الداتي ديالنا وهذي أصعب كيولي عدنا اللوم داتي حيث أن شيخ طارد نقدره ما نردوش البل الآخر منك أعطينا النقد ولكن منك يقولي نقد داتي ونقد داتي لا واعي هو اللي يقدر يخلقنا يعني الأمرة وبالتالي دائما نقلب على الحلول بالنسبة للحل النقد الداتي والحل للون أن السيدة قد تكلس وتشوف شنو هما المميزات ديالها شنو هما الحويجات اللي كيميزوها ولو أنهم يكونوا يعني مسائل عادية هتأخذ ورقة ورقة وستيلو وتقلس وتأخذ ذلك الوقت الإيجابي اللي هضرنا عليه في الأول وغيرتقول شنو هما المميزات ديالها يعني أنها تمتاز أنها مربما أنها تنصت جيدا ربما أنها تمتاز أنها تقوم بعملها بعمل جيد تمتاز أنها دكية تمتاز أنها مبديعة تمتاز يعني إذا كان عندها حتى هذه الامتيازات قبل تعينيها هنا بحال بغيرتقول واحد قبيلة ساعدة هضرتي على البنية الصغيرة يعني أننا من غيرتكم لدينا بنيتة صغيرة نهتم بها يعني ما نخلي وش أنا مثلا قدام في الضار نقول لديك البنيتة نوضنتية خليه قالس يعني أنا وكني متأكدة بأن كل سيدة طلبتي منها وقلتي لها قولي يا شنو ما المميزات اللي عندك في بنتك ولا اللي عندك في ولدك كني متأكدة بأنها ستقبط واحد لاليست وغيرتكسب لك وغيرتكسب لك واحد لاليست كبيرة ديال المميزات هنا شنو كنت طلب من السيدات أن يعرفوا بأن كل وحدة رأي لداخل ديالك هنا واحد البنيتة كاملة عندنا واحد البنيتة لداخل هذك البنيتة اللي عندنا لداخل محتاجة محتاجة اللي يديها فيها محتاجة اللي يعطار في لها محتاجة اللي يقدرها محتاجة اللي يحبها شنو هو المشكل اللي كيوقع هو أن دائما السيدات كيبقوا ينتظروا هاد التقدير وهاد الحب وهاد العناية تجي من الآخر يعني كتنتظر أن الآخر يقول تبارك الله عليك كتنتظر يقول لها كان بريك وبالتالي أن كل وحدة فينا كل سيدة كتسمعني الآن تعتبر أن نفسها بحل واحد الجريضة بحل واحد الجريضة اللي رتحط فيها واحد البودور وكتعزل هادوك البودور هادوك هي الأفكار يعني هادوك البودور اللي ردتتكون بودور إيجابية بودور جيدة اللي ربني غادي تأت غدا تعطينا واحد النبتة اللي هي جميلة بزاف وهذي النبتة الجميلة زير هاتجعنا هذه الطاقة الطاقة الإيجابية اللي غدا تحس بيها جي يامن وخاصة أن هاد الجريضة ديالها هاد الحديقة اللي ديالها هي بوحدة ما تخليش صارقي الطاقة يدخلوا لها شو كونو ما تصارقي الطاقة هم اللي نحسنعوانك نحسنعوانك لا أعطيها و لا أعطي شيء أخر هذه النبتة تطلع مشوقة يعني يعني صاحب ما أمكن اللي غاد يعطيها الطاقة وكذلك ما تشوفش الجريدات ديال الأخرين ما تقاش تقول هذه عندها جريدة فيها بزفوان تقابل جريدات ديال القناعة وتكون عندها يعني اهتمام بداتها بدون أنها تكون غيرها من ناس الأخرين يعني كل واحد وربيش نعطي كيف ما كان قوله نخلي وليك حسنتي ميساج اللي تقدرت وجهي لنساديكي سنقول كل النساء عارفين أنه وليدتهم محتاجينهم الأزواج ديالهم محتاجينهم المشابع ديالهم محتاجينهم ولكن اللي ما عارفينش هو أن نفسهم محتاجاهم فهذا النفس هذي حاولوا أنهم يتلقوها إلا استطعوا بوحدهم واجتهاداتهم الخاصة مزيلا ما استطعوش كانين أخيصائيين لديها المهمة لهم باش يساعدوا المرأة وبتالي باش يكون هذي المرأة صالحة لنفسها والمجتمعها بدون إكرهات كبيرة بزاف وبدون معاناة كبيرة بزاف شكرا لك سيدة ساعدة بن كيران أخيصائية فعيل من نفس العيادي والعلاجي شكر لك كذلك لأستاذة سامير الساقي مدربة في تنمية ذاتية سيداتي كان وجود لكم تحية خاصة على كل المجهودات التي تبدلوها سواء كانت المرأة العاملة على كل التضحيات التي لا تعد ولا تحصى ولربات البيوت أيضا لأن أعظم إنجازاتهم تكون في بيوتهم وتظل غالبا خلف الجدران شكرا لحسن المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة